من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي عن تطلعه لتعزيز العلاقات المصرية الأردنية لخدمة شعبي البلدين وأضف الصفدي أن بلاده تعمل على البناء على العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والأردن للدفع بالعلاقات إلى الأمام علاقاتنا الثنائية قوية ونعمل معا ضمن أليات محددة من أجل زيادة التعاون في إطارها تعزيزا لهذه العلاقات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وأيضا خدمة لقضايا العربية والأمن والاستقرار والإنجاز في منطقتنا وثمت أليات مؤسسية للدفع بهذا التعاون إلى أمام عبر اللجنة العلية المشتركة التي يرأسها دولتها رئيسي الوزراء في البلدين فثمت الكثير مما أنجزناه على المستوى الثنائي بتوجيه مباشر من صاحب الجلالة وفخامة الرئيس وثمت الكثير من الذي نعمل عليه ونثق بأنه سيعود بالخير والنفع على بلدين وعلى شعبين وعلى منطقتنا منطقتنا